السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير معكم شهيوات لبنى أمهدي اليوم إن شاء الله غنحضر معكم وصفة هائلة اللي كنحتاجوها بزاف الوجبات السريعة غنحضرها معكم بكل بساطة وبكل سهولة بعجين اقتصادي كيجي خفيف قطني من أروع ما يكون فتستحقت الوصفة أنكم تجربوها ما تنسونيش بأكبر عدد من اللايكات فضلا وليس أمرا أحبكم في الله والله يفككم جميعا ونمروا مباشرة تعرفوا معي على المكونات وتكتشفوا معي كذلك طريقة تحتاج ونبدأوا على بركة الله في بول أو في إيناء غازي الفراغ كأس من الماء دافئ كأس من الحليب دافئ ما يعادل 125 مل ملعقة كبيرة من السكر حبيبات ما يعادل 20 جرام ملعقة كبيرة من خميرة الخبز فورية أو معجونة دائما الخميرة كتبقى حسب درجة الحرارة في حالة كالجو سخون فتكتفيه بملعقة صغيرة نخلط هذه المكونات مع بعضها مثيان ثم نضيف نصف كأس من زيت نباتية ما يعادل 60 مليلتر ونضيفه كأس من الطحين نوعية ممتازة بعد ما نكون غربلته نخلط هذه المكونات جيدا نضيف حبة بيض واحدة ونخدمها مع الخليط ونستمر بإضافة الطحين أو الدقيق الأبيض فهنا كنعبر بالكأس اللي كيوزن 125 مليلتر غنعطيكم بقياس لكأس اللي بنسبة الأخوات اللي ما عندهمش الميزان وكذلك غنعطيكم الكيمية بالضغط اللي دخلات لي العجين بالقرام نضفت كيمية أخرى وغادي نخدمها مع الخليط فلما خدمه بالفوي لكن من بعد ما كيبدأ كيعقاد العجين فهنا غنستمر بإضافة الطحين وكنجمعه بيتنا بشكات نتحكمه في القوام دياله أكتر ونضيفه كأس آخر من الطحين غنضيف معاه ملعقة صغيرة من الملح دائما الملح كنخليه حتى الأخير لأنه كيبطل لنا مفعول خميرة في الأول وهكا كتأخذ معنا وقت طويل في الاختمار هنا غنضخل ذاك الكيمية من الطحين ما كانت لكوش العجينة غير كنجمعوها فقط غير كنحصو عليها بالقوام المطلوب تكون خفيفة رطبة وكتلتسق نوعا ما في ليدين هذا هو القوام ديالها أريد أن نضيف له هذه الكيمية من زيت اللي تبقت لنا في الكأس غنضهنها من الفوق ونغطيها بالبلاستيق نغطيها بمينديل ونخليها تختامر حتى يتضعف لحجم تاعها تقريبا على ثلاثة أو ربعة كل ما اختامرت مزيان كل ما تكون نتيجة زوينة ومرضية إليك الجو بارد بزاف من الأحسن أنكم تدخلوها الفران اللي كتكونوا سخنتوا على ربعين درجة كتطفوا عليه ودخلوا العجين راكت أخذ معاكم تقريبا عشرين دقيقة ضغية كتختامر هنا من بعد ما تضعف لحجم تاعها غالفرغها من الهواء ونوضعها في سطح العمل ومن الأحسن أنكم تدهنوا السطح بالقليل من الزيت أو ترشوه بكيمية من الطحين نجمعها بهذا الشكل هذا ثم نقطعها القطع ومن بعد نشكلهم كرات يكونوا متساوين في الحجم اللي عندكم الميزة نتخدموا به كتوزنوا تقريبا 60 جرام في كل قطعة ما كانش متوفر عندكم فقط تأخذوا القياسات هكا عشوائية عينكم ميزانكم وإلا بغيتهم يجوكم كبار بزاف أو يجوكم كبار برين فغادي تعملوا فيهم تقريبا 70 أو 80 جرام فهنا ما زال غنقطع كل قطعة على زوج يعني كل قطعة غت تعطيني جوجة الوحدات لأنني بعد ما عبرتهم في الميزان لقيتهم وفين شوية طفي هنا كان عبرهم كان نوزن فيهم تقريبا كيف ما قلت لكم 60 جرام وغنوضعهم في صينية الفرن اللي كان نكون نفرش لها ورق الطبخ أو كتدهنوها بالقليل من الزيت وكتوضعوا فيها الكورات دائماً كتخلي واحد المسافة مبيناتهم لأننا نخليهم اختمروا مرة تانية بنسبة الاختمار ضروري جداً أنكم تخليهم اختمروا جوجة المرة باش يجوكم خفاف من الداخل وقطنيين وكذلك يجوهم هوين باش يجوكم خفاف من الداخل فبنسبة لها الكيمية اللي اعطتني أو عدد الحبات اللي حصلت عليهم من العجين وهو ما 18 وحدة فتبارك الله كيخرجوا كيمية كبيرة من بعد ما كيختمروا كنأخذوا الحليب أو تقريباً نسكس الحليب كنضيف له القهوة سريعة الدوابان وكندهن لهذه الخبيزات من الفوق إلا وغيتوا تدهنوهم صفر البيض هنا كيبقى لكم الختيار احتى بهذه الطريقة كيجي اللوم بتاعهم جميل بزاف وكيجيوا مندهبين ومحمرين وغنسمسم وندخلهم الفران بالنسبة لطريقة النوضج ديالهم كتدخلوهم الفران ليكون سخون من قبل على ميتين درجة كتخليوهي سخون تقريباً مدة خمس دقائق عاد كتدخلوهم كتخليوهم على نفس درجة الحرارة مدة عشر دقائق من بعد كتشعلو عليهم الفرفارة إلا كانت عندكم في الفران في حالة ما كانش فغتتخليوهم تقريباً على نفس درجة الحرارة كياخدوا معاكم خمس داشر دقيقة حتى العشرين دقيقة كيكونوا واجدين البنات اللي عندهم الفون العادي من بعد ما كيسخن غتشعلو عليهم من الأسفل على درجة حرارة متوسطة حتى يبنوا لكم تحمروا من تحت وتذهبوا من الجوانب من بعد شعلو عليهم من الفوق على درجة حرارة مهيلة باش ياخدوا لكم اللون دهبي موحد وجميل ومن بعد كتخرجوهم وهذا شكلهم نهائي بعد ما كنخرجهم من الفران كنخليهم يبردوا بشكل جيد وهنا غنفتح معاكم باش شكل تاحهم كيفاش كيجي من الداخل كيجي وخفاف قطنيين نرتبين رائعين بساف تحضروا بهم لساندويتش في وجبة الغداء أو في وجبة العجاء كيف ممكن أنكم تحتهم لوليداتكم لمندرسة كتحتفضوا بهم في المجمد لوقت اللي كتبغيوا واحد الكمية كتخرجوها كتتخلوا الفران مزيان مبعط فيو عليه ودخلوهم فكيجيوا في حال الله حضرتوهم فكنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوهم بعض طريقة أكيد غدي يعجبوكم كنتمنى من كل قلبي اقتراح اليوم إنا لإعجابكم ونتمنى كذلك أنني نكون خفيفة رفاة على قلوبكم وكنتمنى لكم دوام الصحة والعافية والله يحفظكم والله يحقق لكم إن شاء الله كل ما كنتمنى وشكرا لكم ومرحبا بجميع البنات اللي نضموا القناة كنتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ضنكم موعدنا إن شاء الله غيرتجدد بكم غدا نبيحول الله مع وصفة جديدة خليتكم في أمان الله وحفظه مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر